حقيقة أنه من أجمل الحاجات اللي بتصبرنا على الشتاء والجو اللي يجيب اكتئاب ده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه الشتاء ربيع المؤمن يعني يقصر نهاره فيصومه ويطوله ليلة فيقومه طيب حقيقة أنه صيام التطوع ده من أفضل الحاجات اللي ممكن الإنسان يعني تقرب بيها إلى الله سبحانه وتعالى لأنه طبعا الصيام من أبواب دخول الجنة باب الريان نساء الله سبحانه وتعالى ناجعنا وإياكم من الواردين على هذا الباب اللهم أمين ولكن فيه ناس بتكسل فيه ناس بتبقى مش عارفة فضل الصيام خلينا بقى نشوف معاكم في فقرتنا الحالية الكلام بقى عن صيام التطوع الحديث الواردة في فضله وإزاي نشجع بعض على الاستمرار في صيام الاتنين والخميس والنوافل المختلفة مع عضو فوتنا المشرفونا في الأستاذيزة فورديوس التركمانية الدعاء الإسلاميين برحب عضرتك معنا لأنه وسهلا بارك الله فيك أهلا وسهلا بحضرتك حديث المحبة في الحقيقة لأننا أرى حديث الصيام وخاصة الصيام النافلة هو حديث المحبة لأن لا يصوم صيام النافلة في أي تقص في الحر أو في البرد إلا محب لله تعالى نعم ليتحمل ولأنه فعلا فعلا يحب لا أحد يترك مباحات في الدنيا ولله المثل الأعلى لأجل أي شيء ولأجل أي أحد لا يترك مباحات وحلال إلا لأنه يحب إلا أنه يحب يصوم مجعلنا من المحبين دايما يا رب العالمين حقيقة دكتورة فوردوس يعني الشتاء خلاص والنهار بقى قصير وزي ما تسنيم رسالة إلى الحديث أن ربيع المؤمن أننا نصوم في فصل الشتاء تطوع كتير فخليني نتكلم الأول عن الصيام التطوع إيه هو؟ في بعض الناس على فكرة مش فهمة يعني إيه كلمة التطوع دي؟ يعني أنا هتطوع وصوم يعني هو ربنا منتظر مني أصلا أن أنا أتطوع بعبادة إيه معناها؟ وإزاي بقى نبدأ نصوم صيام التطوع في الشتاء؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يقول يروي النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قدسي فيقول ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه لكن لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فالنوافل هي التطوع التطوع هو الأمر الذي هو بدون إلزام هو مستحب جدا أمره له ثواب كبير له أجر كبير لكن بدون إلزام ما ورد لا بفرضية ولا بأركان ولا بشيء مطلوب ومجبور به الإنسان بل هو مستحب هو أن يقوم به يعني هو إن قام به تطوعا غير ملزم غير مجبور غير فرضية فهذا يكون اسمه تطوع لذلك صيام التطوع هو صيام فيه ثواب كبير جدا لأن صيام رمضان تمام يعني أتبعه ستا من شوال هذا التطوع لكن فيه كبير أجر أنه كان كمن صام الدهر أما أن يصوم الآن لا رمضان ولا رجب ولا شعبان ولا شوال ولا شيء الناس تغفل في الحقيقة تغفل تماما أي الفضل يا دكتورة لما يعود صنف رجب وشعبان أما هو رمضان دخل علينا أي فضل صيام التطوع ده على المسلم أنا أرى أي سنة أي تطوع أي شيء هي حماية للفرض أي سنة مهما كانت السنة مثلا الدعاء الذي نبدأ به في صلاتنا بعد تكبيرة الإحرام أحسنتي الدعاء الاستفتاح الذي هو قبل الفرض الركن الذي هو قراءة سورة الفاتحة هذا الدعاء هو سنة لكن أنا أرى أنه يحمي الفرض لأننا نتهيأ به للدخول بالصلاة فنحمي أنفسنا عقلنا من الشروط نتهيأ لأن نركز معروف أننا مجرد أن بدأنا بالصلاة بدأ الشروط عندنا فهذا الدعاء تماما فيحمي لنا هذا الفرض وصيام التطوع يحمي لنا صيام الفريضة تمام بارك الله فيكم اختيار هذا الموضوع في هذه الأيام موفق جدا يعني كلنا نقول أغلب الناس تقول أتى رمضان يعني كيف أتى سبحان الله فجأة لا يوجد تمهيد الأشهر التي قبل شهر رمضان تمهيد فما بالك الآن نحن نمهد التمهيد نمهد نتكلم الآن وما أتى رجب بعد الرجب الذي هو معروف طبعا بصيامه الثواب العظيم لكن من الآن ممكن نحن أن نحمي حتى السنة المؤكدة جدا التي هي في رجب والتي أأكد منها في شهر شعبان السواب عظيم جدا يعني من صام يوما يوما في سبيل الله بدون أي شيء بدون أي غير مقيد بأي أمر بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا سيام يوم كأنه صام الدهر بدون أي سبب بدون أي قيد بدون أي سنة بدون هكذا لله تعالى لله تعالى في الحقيقة الصيام عبادة الإخلاص الصيام عبادة الإخلاص لذلك إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به زي عبادة الإخلاص تماما من فعل الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به عبادة الإخلاص لأنه لا أحد يعلم بها أبدا ولأنه لله الله سبحانه وتعالى يقول ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي يعني لله تعالى عندما نصلي الكل يرانا أو أحد يرانا مثلا عندما نحج كثير من الناس تعلم بنا حتى عندما الزكاة إلا الصوم الصوم لا أحد يعلم به نحن لا تعلمين هل أنا صائمة أم لا ولا أعلم هل أنتم صائمات أم لا وأيضا عبادة مخفية وهنا سر الثواب العظيم فيها يعني طبعا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على نوافل الصلاة ويقول اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة يؤكد على الحج يؤكد على العمرة كنوافل لكن الصيام له خصوصية أن فيه إخلاص يعني إن دخل بيته ما عنده أحد ولا أي أحد يراه والنوافذ مقلقة وكل شيء وفي شدة عطش لقطرة من الماء من يراه؟ لا أحد يراه ممكن أن يأخذ ويشرب ويقول أنا صائم ما زلت صائم يخبر الناس لا عبادة الإخلاص لا أحد يعلم بها لذلك ثوابها عظيم جدا لذلك إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والله يا سيدتي يكفينا هذا الكلام وهذا الحديث يكفي تماما لنعتبر أن للصيام ولتطوع الصيام أهمية كبيرة جدا نحرص عليه حقيقة ولا نتركه أبدا إذا علمنا أنه إلا الصوم وأنا أجزي به يجاهد الإنسان قليلا يعني عندما يعلم أن الأجر كبير بهذا المستوى بهذا العمق في الحقيقة يصبر نفسه الموضوع يستحق ولا يصبر نفسه أحسنتي الموضوع يستحق وجدا يستحق طيب إحنا نتمل مع حضرتك ولكن معنا تقريب يكلم على فضاء الصيام التطوع خلينا نتلع نشوف التقرير ونرجع نشوف بقى شروط الصيام هالي شروط معينة أو فيه حاجات معينة خليني أخذ أجر أكبر ومثوب أكبر من الله عز وجل نشوف التقرير ونرجع نجمل معكم كلام نسأل الله سبحانه وتعالى يا رب أنه يرزقنا حسن الصيام طيب إحنا نتكلم على صيام التطوع نحن عايزين نعرف من حضرتك مثلا لو فيه حد عليه بعض صيام فرط يعني السيدات كلهم بيجي لهم العادة الشهرية في شهر رمضان فبيبقى نتبقى عليهم بعض الأيام طبعا هنا بقى ناس كتير تقول لا الأولى صيام الفريضة وبعدين ندخل على صيام السنة طيب لو عايزة تصوم السنة وهي لسه عليها فريضة ينفع تجمع ما بين النعتين وإيه شروط صيام التطوع عشان يبقى صيام صحيح ومقبول جميل الكلام اللهم يرزقنا حسن الصيام يا رب الله جميل جدا أعجب أني هذا الكلام حسن الصيام فعلا أولا من عليه أي قضاء لسبب أو لآخر لعزر أفطر في شهر رمضان لأي كان لابد عندما ينتهي شهر رمضان أن يقضي ما عليه هذا أولا هذا كالدين الذي عنده دين لأحد هل هو يتصدق ويتبرع وعنده دين لشخص ولله المثل الأعلى وللعبادات القيمة الأكبر لابد أن يوفي أولا ما عليه من ديون ليقمل عنده الفرضية ثم يصوم النوافل أو التطوع أو القضاء عفواً لأي شيء مستحب لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال يعني مطلوب أن يكون صام كامل شهر رمضان سلعسون أو تسعة وعشرون أو واحد الذي يكون الذي هو إذا هو عنده هذه الأيام يقضي أولا حتى يكون صار اسمه صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فلا يكون أتبعه ستا من شوال وعنده هذا القضاء أولا يوفي ما عليه في كل العبادات ذاتا في الصلاة في الصيام في أي شيء لا يحج عن غيره وعليه فرضية حج له كيف هل هو يعمل زكاة وصدقات وعليه ديون هذا معروف طبعا عقلا يعني هذا بالفطرة السليمة نقول أولا يفعل ما عليه من قضاءات ثم يبدأ بالسنان والمستحبات والتبرعات وهذه الأمور التي هي زيادة عن هذا الأمر لكن أولا يبدأ بأداء الفرائب أما ماذا عليه أن يفعل هو في الحقيقة دافع الصيام لوحده الشيطان يمشي من ابن آدم يجري مجرى الدم من العروق قال النبي عليه الصلاة والسلام ضيقوا مجاريه بالجوع فعندما يجوع الإنسان مجاري الشيطان تضيق فهو لا يجري منه فماذا عقلا أن يفعل لابد أن يفتح يقرأ صفحة من القرآن ومتعارف عليه كلنا في شهر رمضان ختم القرآن تكون والأذكار والصلوات والأوراد وكل شيء يزيد لأنه هو بحالة عبادة حالة روحية مختلفة عن اليوم التي لا يصوم فيه وشهر رمضان له خصوصية كبيرة تكلمنا عنها سابقا إن شاء الله نتكلم للتذكرة إن شاء الله قلنا خلاص ثلاث شهور وقل دلوقتي كمان وهذا في الحقيقة كلامنا اليوم مهم جدا لتمهيد لمسل هاج الشهر العظيم وقلنا التذكرين قلنا أن بعض الصحابة كانوا يتهيئون لشهر رمضان قبل ستة أشهر وبعد ستة أشهر يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يبلغهم هذا مهم إذن كل أيامهم من أجل هذا الشهر الذي فيه هذه الفرضية العظيمة التي فيها الخصوصية والتي هي لله تعالى لم يجد سواب للصوم الله تعالى قال أنا أجزي به الحسن بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إذن الصيام شيء آخر مختلف شيء أكثر بكثير جدا أما هو طبعا صام التطوع أو غير التطوع ماذا يفعل ليحصن صيامه كما تفضلت يعني قطعا يترك الزور يترك الكذيب يترك الصخرية يترك الغيبة يترك النميمة تكلمنا تذكرين يترك المسلسلات وهذا له وهذه المجالس التي هي يقول من أجل أن لا أشعر بالصوم كيف لا تشعر بالصوم ما أنت تصوم لتشعر لأنه هو قربة زيادة تقرب فهل هو يبتعد أكثر بالله وبالانشغالات والمسلسلات وهذه الأمور هو ابتعد أكثر بكثير مطلوب للإنسان المؤمن أن يكون حريص أن يكون كيس أن يكون حريص على حسناته لا تذهب أن يكون كيس يعني يبخل بها لا يفرط بها يعني هو تعب في الصيام لا يسهب مثل هذا السواب العظيم بغيبة أو نميمة أو استهزاء أو كلام فارغ أو يعني كلام ليس له علاقة به أو أي شيء مطلوب أن يكون حريص جدا ليحسن صيامه تحسن عباداته أولا نعم أولا أولا يخلص النية لله بأي شيء وثم ينتبه ما هي الشروط الصحة ما هي الشروط الوجوب ما هي الكراهة ما هي الأمور التحريمية يعني أن يتعلم وفي الحقيقة فقه الصيام نحن درسنا الفقه العبادات ففقه الصيام من أبسط الصفحات وأقل الصفحات وأعمقها أنا أقول وأنصح أن يعتمدون يدرسونها من الآن يدرسون ماذا يحرم في الصيام ماذا يجب في الصيام ماذا هي الشروط التي يصح بهالصيام والشروط التي لا يصح وفي هذا أبحاث طويلة جدا طبعا أكيد طيب دكتورة فردوس خلينا ننتقل لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إذا صمت شيئا من الشهر فصم 13 و14 و15 الحقيقة اللي نسميهم يعني بلغتنا كده الثلاث يام البيض واللي كتير من الناس بتبقى الحقيقة حريصة جدا عليهم إنها تصمهم من كل شهر عربي فهي نتكلم عنهم وعن فضل صيام الثلاث يام البيض أبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي وحبيبي النبي عليه الصلاة والسلام أن لا أدع صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن لا أترك صلاة الضحى وأن لا أنام حتى أوتر أما عبد الله ابن عمر قال يا رسول الله أوصني بالصيام أنا أحب أن أصوم ماذا أصوم قال عليك بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر قال أنا أطيق أكثر من ذلك قال إذن صم يوم وأفطر يومين قال لا أنا أطيق أكثر من ذلك يعني أنا عندي الطاقة والقدرة وأحب قال صم يوم وأفطر يوم ونعرف هذا الصيام صيام داود عليه السلام هذا أفضل الصيام أفضل الصيام قال يا رسول الله أنا أطيق أكثر من ذلك قال لا يوجد أفضل من ذلك أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم لمن يطيق لمن لا يقصر بواجبات ولا بحقوق ولا بعمل تمام فليصم هذا الصيام أما الذي عليه مسؤوليات لا يضيق على نفسه لا يشدد على نفسه هو تطوع فليصمه كما بدأنا وقلنا بحب لا يصمه بضيق هو يصمه بحب ولكن يحرص عليه ثلاثة أيام من كل شهر أنا برأيي كفيلة أن لا يتركها إنسان حقيقة حقيقة الصيام والله الصيام هو عبادة تستحق الصبر وتستحق الاهتمام وتستحق أن نجاهد من أجلها أنا ما اعتدت أن أتكلم في الحقيقة شيء من تجاربي الخاصة إلا للعبرة والعزة لكن أنا أتكلم عن أمر شخصي جدا أنا عندي بالصيام ومن زمن بعيد جدا أحب الصيام جدا حقيقة والله لا أتكلم في شدة عطش لقطرة من الماء من يراه؟ لا أحد يراه ممكن أن يأخذ ويشرب ويقول أنا صائم ما زلت صائم يخبر الناس لا عبادة الإخلاص لا أحد يعلم بها لذلك ثوابها عظيم جدا لذلك إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والله يا سيدتي يكفينا هذا الكلام وهذا الحديث يكفي تماما لنعتبر أن للصيام ولتطوع الصيام أهمية كبيرة جدا نحرص عليه حقيقة ولا نتركه أبدا إذا علمنا أنه إلا الصوم وأنا أجزي به يجاهد الإنسان قليلا يعني عندما يعلم أن الأجر كبير بهذا المستوى بهذا العمق في الحقيقة يصبر نفسه لا يصبر نفسه أحسنتي الموضوع يستحق وجدا يستحق طيب إحنا نكمل مع حضرتك ولكن معنا تقريب يكلم على فضاء الصيام التطوع خلينا نتلع نشوف التقريب نرجع نشوف بقى شروط الصيام هل الشروط معينة أو في حاجات معينة خليني أخذ أجر أكبر ومثوب أكبر من الله عز وجل نشوف التقريب ونرجع نكمل معكم كلام صيام التطوع من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى ومن حكمة الله تعالى أن شرع لعباده ما يتطوعون به من جنس العبادات التي افترضها عليهم ينقسم صيام النافلة إلى قسمين رئيسيين أولهما التطوع المطلق وهو غير المحدد بوقت أو حالة معينة حيث يمكن للفرد أن يصوم أي يوم أراد من أيام السنة ما دام غير منهي عنها أما القسم الثاني فهو صيام التطوع المقيد سواء كان مقيدا بحال الشخص أو بوقت معين وقد يكون أسبوعيا كاستحباب صيام يوم الاثنين والخميس سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقد يكون شهريا كاستحباب صيام ثلاثة أيام أوسط الشهر الهجري والمعروفة بالأيام البيض تبعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صمت شيئا من الشهر فصم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة وقد يكون كذلك سنويا كصيام عشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عشوراء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم يوم عشرة يكفر سنة ماضية نسأل الله سبحانه وتعالى رب أنه يرزقنا حسن الصيام طيب وإحنا نكلم على الصيام التطوع نحن نعرف من حضرتك مثلا لو في حد عليه بعض الصيام فرط يعني السيدات كلهم بيجي لهم العادة الشريف شهر رمضان فبيبقى نتبقى عليهم بعض الأيام طبعا هنا بقى ناس كتير تقول لا الأولى صيام الفريضة وبعدين ندخل على صيام السنة طيب لو عايزة تصوم السنة وهي لسه عليها فريضة ينفع تجمع ما بين النئتين وإيه شروط صيام التطوع عشان يبقى صيام صحيح ومقبول جميل الكلام اللهم يرزقنا حسن الصيام يا رب الله جميل جدا أعجبني هذا الكلام حسن الصيام فعلا أولا من عليه أي قضاء لسبب أو لآخر لعزر أفطر في شهر رمضان لأي كان لابد عندما ينتهي شهر رمضان أن يقضي ما عليه هذا أولا هذا كالدين الذي عنده دين لأحد هل هو يتصدق ويتبرع عنده دين لشخص ولله المثل الأعلى وللعبادات القيمة الأكبر لابد أن يوفي أولا ما عليه من ديون ليقمل عنده الفرضية ثم يصوم النوافل أو التطوع أو القضاء عفوا أي شيء مستحب لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال يعني مطلوب أن يكون صام كامل شهر رمضان سلع سون أو تسعة وعشرون أو واحد الذي يكون الذي هو إذا هو عنده هذه الأيام يقضي أولا حتى يكون صار اسمه صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فلا يكون أتبعه ستا من شوال وعنده هذا القضاء أولا يوفي ما عليه في كل العبادات ذاتا في الصلاة في الصيام في أي شيء لا يحج عن غيره وعليه فرضية حج له كيف هل هو يعمل زكاة وصدقات وعليه ديون هذا معروف طبعا عقلا يعني هذا بالفطرة السليمة نقول أولا يفعل ما عليه من قضاءات ثم يبدأ بالسنان والمستحبات والتبرعات وهذه الأمور التي هي زيادة عن هذا الأمر لكن أولا يبدأ بأداء الفرائب أولا أما ماذا عليه أن يفعل هو في الحقيقة دافع الصيام لوحده الشيطان يمشي من ابن آدم يجري مجرى الدم من العروق قال النبي عليه الصلاة والسلام ضيقوا مجاريه بالجوع فعندما يجوع الإنسان مجاري الشيطان تضيق فهو لا يجري منه فماذا عقلا أن يفعل لابد أن يفتح يقرأ صفحة من القرآن ومتعارف عليه كلنا في شهر رمضان ختم القرآن تكون والأذكار والصلوات والأوراد وكل شيء يزيد لأنه هو بحالة عبادة حالة روحية مختلفة عن اليوم التي لا يصوم فيه وشهر رمضان له خصوصية كبيرة تكلمنا عنها سابقا وإن شاء الله نتكلم للتذكير إن شاء الله قلنا خلاص ثلاث شهور وقل دلوقتي كمان وهذا في الحقيقة كلامنا اليوم مهم جدا لتمهيد لمسلها الشهر العظيم وقلنا التذكرين قلنا أن بعض الصحابة كانوا يتهيئون لشهر رمضان قبل ستة أشهر وبعد ستة أشهر يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يبلغهم هذا مهم إذن كل أيامهم من أجل هذا الشهر الذي فيه هذه الفرضية العظيمة التي فيها الخصوصية والتي هي لله تعالى لم يجد سواب للصوم الله تعالى قال أنا أجزي به الحسن بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إذن الصيام شيء آخر مختلف شيء أكثر بكثير جدا أما هو طبعا صام التطوع أو غير التطوع ماذا يفعل ليحصن صيامه كما تفضلت يعني قطعا يترك الزور يترك الكذب يترك الصخرية يترك الغيبة يترك النميمة تكلمنا تذكرين يترك المسلسلات وهذا له وهذه المجالس التي هي يقول من أجل أن لا أشعر بالصوم كيف لا تشعر بالصوم ما أنت تصوم لتشعر لأنه هو قربة زيادة تقرب فهل هو يبتعد أكثر بالله وبالانشغالات والمسلسلات وهذه الأمور هو ابتعد أكثر بكثير مطلوب للإنسان المؤمن أن يكون حريص أن يكون كيس أن يكون حريص على حسناته لا تذهب أن يكون كيس يعني يبخل بها لا يفرط بها يعني هو تعب في الصيام لا يسهب مثل هذا السواب العظيم بغيبة أو نميمة أو استهزاء أو كلام فارغ أو يعني كلام ليس له علاقة به أو أي شيء مطلوب أن يكون حريص جدا ليحسن صيامه تحسن عباداته أولا نعم أولا أولا يخلص النية لله بأي شيء وثم ينتبه ما هي الشروط الصحة ما هي شروط الوجوب ما هي الكراهة ما هي الأمور التحريمية يعني أن يتعلم وفي الحقيقة فقه الصيام نحن درسنا الفقه العبادات ففقه الصيام من أبسط الصفحات وأقل الصفحات وأعمقها أنا أقول وأنصح أن يعتمدون يدرسونها من الآن يدرسون ماذا يحرم في الصيام ماذا يجب في الصيام ماذا هي الشروط التي يصح بهالصيام والشروط التي لا يصح وفي هذا أبحاث طويلة جدا أكيد أكيد طيب دكتورة فردوس خلينا ننتقل لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إذا صمت شيئا من الشهر فصم 13 و 14 و 15 الحقيقة اللي نسميهم يعني بلغتنا كده الثلاث يام البيض والكتير من الناس بتبقى الحقيقة حريصة جدا عليهم أنها تصمهم من كل شهر عربي فهي نتكلم عنهم وعن فضل الصيام الثلاث يام البيض أبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي وحبيبي النبي عليه الصلاة والسلام أن لا أدع صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن لا أترك صلاة الضحى وأن لا أنام حتى أوتر أما عبد الله بن عمر قال يا رسول الله أوصني بالصيام أنا أحب أن أصوم ماذا أصوم قال عليك بصيام ثلاثة أيام من كل شهر قال أنا أطيق أكثر من ذلك قال إذا صم يوم وأفطر يومين قال لا أنا أطيق أكثر من ذلك يعني أنا عندي الطاقة والقدرة وأحب قال سم يوم وأفطر يوم ونعرف هذا الصيام صيام داود عليه السلام هذا أفضل الصيام أفضل الصيام قال يا رسول الله أنا أطيق أكثر من ذلك قال لا يوجد أفضل من ذلك أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم لمن يطيق لمن لا يقصر بواجبات ولا بحقوق ولا بعمل تمام فليصم هذا الصيام أما الذي عليه مسؤوليات لا يضيق على نفسه لا يشدد على نفسه هو تطوع فليصمه كما بدأنا وقلنا بحب لا يصمه بضيق هو يصمه بحب ولكن يحرص عليه سلاسة أيام من كل شهر أنا برأيي كفيلة أن لا يتركها إنسان حقيقة حقيقة الصيام والله الصيام هو عبادة تستحق الصبر وتستحق الاهتمام وتستحق أن نجاهد من أجلها أنا ما اعتدت أن أتكلم في الحقيقة شيء من تجاربي الخاصة إلا للعبرة والعظة لكن أنا أتكلم عن أمر شخصي جدا أنا عندي بالصيام ومن زمن بعيد جدا أحب الصيام جدا حقيقة والله لا أتكلم إلا للعبرة والعظة وتوصي لأخواتنا الصبايا وللشباب كان الصيام بالنسبة لي أمر تلقائي جدا يعني أصوم أكثر ما أفتر وأحب الصيام جدا وما أرى إلا صائمة حتى والله مرة بنت أخي الصغيرة قالت يعني أنت ماذا صائمة اليوم؟ قلت والله صائمة مدي لسانك حتى أشوفك حتى أتأكد أنك صائمة والله أنا صائمة أتصدقني ثم يوم بعد يوم وسنة بعد سنة صارت العبادة سقيلة مثل كثير من العبادات تسقل على الإنسان فيوم بعد يوم يعني يوم أي يوم لا يوم بعد يوم يوم أي يوم لا بعد فترة من السنوات يعني ثلاثة أيام من كل شهر بصعوبة بعد فترة الآن نحتاج لأن ننوي والله قبل أسبوع يعني أقصد أنا أقول اغتنم حديث النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم حياتك قبل موتك اغتنم شبابك قبل هرمك اغتنم صحتك قبل سقمك اغتنم فراغك قبل شغلك اغتنم غناك قبل فقرك اغتنم يعني الاغتنام أنا أوصي به دائما والله للعبرة واللعزة والله هذا أمر مهم جدا صحيح فعلا نشكرك شكرا جزيلا ونسأل الله سبحانه وتعالى يا رب أن يقربنا للعبادات ويسحيلها علينا يا رب ويجعل في بيننا وبينها عمار كده على طول نشكرك شكرا جزيلا ضفتنا الفاضلة أستاذة فردوس الترجمان الدعية الإسلامية شكرا جزيلا لكي شرفتنا وفرصة